موسيقى 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 يا رب حدي اسمع اسفاد الشيحة انا اعضوا في الترو جيمينج وقبل سنة اصبحت فيديوهات عن موضوع القرصنة في الالعاب والحين القراصنة ارجعوا قدرت اجيب لكم لستة جديدة لكن انا الحين بخطر لانه انتهت لستة خلاص العاب انتهت فالناس كيف طلبوا مني يسوي هذا ومشكلة انه يعني ما في اي امكانية اقدر سوى شيء ثاني فاطلعت اني اروح مرة ثانية اما قلق قراصنة وحاول اطلع لكم اياها واطلعت لكم الالعاب بس الحين انا انا حيب متواثق لان انا حاس في احد بتطبع لها بشيء فلازم اقولكم مساعدة بسرعة ابوصل رسالتي رجاء الله عافيكم ارمتو لعبة مشورة بالتصويب لعبة تصويب مثل الالعاب هذي لكن هذه مشكلة انك لما تقرصنها معدل التصويب رح ينزل باستمرار لما يوصل الى درجة انك حتى الدريشة اللي قدامك النافذة ما انت كرت تصويب عليها ما رح تقدر تصويب عليها وطبعا لعبة التصويب مغير التصويب ما منها فايدة وبعدين فجأة تتعب الشاشة بلوغو لوغو اللعبة نفسها يعني تخيل تكونوا ماذا تلعبون كلف دوتي فجأة مرحبا 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 لعبة ثانية معنا مرحبا اللعبة غزة هذا لعبة غاز ممتعة جدا تقريبا نفس ممتعة إذا كنت لا لا هذا فيران ماذا تقولم تقدر تلعب اللعبة من البداية الليين توصل للمصعد يعني بتلعب من البداية للمصعد بعدين خلاص ماذا تسوي شي لان المصعد بيحبسك المصعد هذا ما راح يصعد ابدا مهما تسوي الامل كله بيروح ما راح تسعد ابدا مهما تسوي بيعلق المصعد لعبة الثالثة اللي معانا كوماد ان كونكر رادر التو لعبة مشهورة طبعا استراتيجية وكثير الناس يعرفونها لانهم جاومتين حققين وصوروهم فيديو تخيل تجلس اول ربع ساعة تبني جيسك وتضبط وضحك وتعزز داخل المادي فجأة تلقى واحد مات من جيوسك بعدين مبنى ينفجر بعد مبنى الثاني بعد الثالث بعد الناس كلهم ينتحرون وتخسر كل بساطة تخسر يعني بعد ربع ساعة من اللعب وانت تضبط وضعك خسرت وتقول اوكي هذي كيف هي مشكلة تعيد مرة ثانية اللعبة تسوي نفس الشي والنفس الشي يصير لا انك قرصنت اللعبة اذا قرصنت اللعبة راح تسلك كده لا هذي قرصن لالعاب لماذا اوصلت؟ ماليش اللكسيجين هي ممارة ضعيفة لم اقدرت تنفس خمسة اتوقع لا اربعة اربعة 5 نايت فريدي اللعبة مشهور ولعبة تخرعات لكن ! ايش يصير لك لو! كلما تجي تطفي اللعبة تتأ найти خرعة يعني انت بتعبض الخرعة داخل اللعبة اوكي لكن لما تتطفي اتأتي اللعبة تكون خرعة وهذا تأتيك دائما بالاستمرار كلما تطفي اللعبة تتأتي جيك خرعة ف! يعني هو م و أي شي care لك لكنك تغير سلوالك كثير لأن الخرق كل شوية ومناسبة جيدة هذه وصراحة توقع أن هذا آخر يوم لي في حياتي أقدر هنا إذا ما أنقذني بعض قدرت أدخل مكان سري عندهم اكتشت فيه لعبتين اللعبتين هذولي كانوا مخبينهم لأنهم مرة لعبتين محبطتين هذه اللعبتين هم لعبة فانل فانتسي كريستل كرونيكلز و لعبة دراج كوست فايف وبعد لقيت معاهم هذه اللعبة مرة سرية لقيتها درجة أني أفتح خزنة و أكسرها عشان تطلحها هي لعبة كرونيكل تريجر الألعاب هذي كلهم ستضعون لوقتك إذا أنت بقلصون ستضعون لوقتك دراج كوست فايف ستتمشى بالسفينة بعين فجأة تقول تصرف مع ناس وتقول محلك لا تقلصوا شي خلاص السفينة هذة تبحر لي بكرة ما رح توصلك أمن للبر لو لاعبك أاملة بتوصل البر و تكمل اللعبة و فان فانس كرونيكلز نفس الشي بعد 20 دقائق من اللعب رح تطلع لك رسالة لا تقول لك خلاص شكرا للاعب و بس ما رح تصبح شي ثاني وتتعلق تعلق تعلق في هذا الشي ما تقلصوا شي ولعبة الثالث هي كرونيكل تريجر مكان تنقل أبر باب الزمنية و تطلع شاشة قدامك شاشة اللي تشوفون هذه قدامك إيه هذه الشاشة تخيل تقدر الشاشة هذه الطولة اليوم ما رح تطلع منها أبدا ما رح تطلع الشاشة الشاشة هذه الأبد كان موجودة و اللي يشوف هالفيديو انسوني لاحظ يجيني ما بيحد ساعدني أبي بس لاحظها لنقذني وصلوا صالتي انشروها و وزعوا في كل مكان لازم ناس يعرفون في لسه باقي ألعاب في ألعاب ما حد يعرفها فيها على قرصنة انشروها احبكم هاي اشتعادة ثاني اوه وشي اوه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة